السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو حبايب قلبي عاملين ايه? ان شاء الله تكونوا بخير. ايه سعيد عليكو يا رب. كل سنة وحضراتكو طيبين وبالف خير. النهاردة ان شاء الله هنعملوا مع بعض حاجة خفيفة ومفيدة حاجة فسفورية. هنعملوا مع بعض ان شاء الله النهاردة الجنبري. الجنبري بطريقة سهلة جدا بشربة حلوة مفيدة. ان شاء الله معايا هنا جنبري. انا الجنبري ده طازة. جايبها مش مش مجمد. جايبها طازة. ومعايا هنا بصلاية وقرن فلفل. وكم قرن صغيرين دول من الحمين. وطبعا انتو عارفين ان الفلفل الصغير ده بيبقى احمى من الفلفل العادي. اللي مش حابب الشربة بتاعته تبقى فيها شيري حمية شوية يبقى ما يحطش الفلفل ده. البهارات اللي عستخدمها هي ملح وفلفل وكمون. مش اكتر من كده. وحنزود كمان في الصلصة في الصوس بتاعها مع لقتين كده من طماطم او لو انت عندك الطماطم دي اللي هي متقطعة. بتبقى متقطعة في العلبة او هاتي طماطمية كبيرة وقطعيها مكعبات زي بتاعت الصلطة كده وتحطيها على الجنبري. يلا بينا. تجيبي طاصة تجيبي حلة تجيبي اللي انت ايه هتشتغلي فيه انت وحريتك. هنفضي الجنبري. بحطة الجنبري اجيب البصلية تكون حلوة كده. بطسي قطعيها طرنشات. يعني مش تخرطيها زي اللي بتعمليه للطبيخ. لأ هنعملوها كده. هو مش هياخد مننا وقت. كمبري ده بطريقة سريعة جدا. وفي الاخر بيطلع طعمه بصراحة طحفة. والشربة بتاعته بتبقى اخر جمال. نجيب قرن الفلفل نقطعه. فلفل الحامي اللي ده اختياري قطعه برضو. قطي بعد كده بقى الملح بتاعك. فلفل اسود. قطري الفلفل شوية. ونحط كمول. برضو كمول خليه شوية حلوين. انا بعد كده هنيجي ايه؟ نقطعه شوية كده علشان التدبيلة دي تدخل في كل الجمبري. تتوزع عليه كله. مش محتاجة ايه ان انا اقلبها بالمعلقة ولا حاجة. هي كده كله شرب من كله. نجي بقى كده نحط الطماطم بتاعتك اللي انت مقطعها او الطماطم بتاعت العلبة زي اللي عندي. هنحطها بقى على النار. انا مش بحط مية على الجمبري. الجمبري الطازة او المجمد بينزل المية بتاعته. ودي كفاية. ما زوديش مية لان التركيز بتاع الشربة بيقل. الا اذا انت بقى عايزة تعملي اطباق شربة سيفود جنب الاكل وعايزة كمية شربة. فزودي بس خلي الجمبري غني بالتدبيلة بتاعته بالبصل بالفلفل عشان يطلع لك ايه شربة حلوة. انا ححطه على النار كده من غير ما زود له اي مية. هادي حطيته على النار ما تعليش عليه النار. خلي النار بتبقى عادية جدا. اول ما تلاقيه كده بدأ يغلي وريحة الجمبري بقى طلعت. بدا يقل بيه. علشان اللي فوق يستمى زي اللي تحت. وبصي الشربة. شايفة الشربة زي ما قلتلك مش محتاجة مية. بصيبه بقى يكمل بقية سواء. بعد ما اخد الغلوة التانية بصي هو قاعد بالزبط كده على النار اتناشر دقيقة مش اكتر من كده. بصي المية بتزيد ازاي؟ شايفة الشربة بتاعته؟ خلاص. حطفي بقى وركنه على بقية. اصفي الشربة بتاعت الجمبري. هنعمل ايه بقى؟ جبت بولة ومصفة. هنيجي نصفي الشربة بقى نشوف ايه؟ بصي باربي كده الغطا بالحلة. وهننزل. شوف بقى الشربة بتاعته اللي عطيت لها. انا عايزة اوريكي بس ان هو من غير ما تحطيه له مية بيطلع شربة مركزة وشربة طبيعية مية في المية. بصي طلع قد ايه؟ شايفة قد ايه؟ يعني ازا حطناهم في كوباية ده حيطلعلي مش عارفة الكاميرا جايباة هيطلعلي كده كوباية بصي كوباية مية كبيرة او كوبايتين. اظن ده كفاية جدا وشربة مفيدة مفيدة. دي طارقتي في الجمبري عمري ما بحط مية. وقت انا اجتمعت القراءة عندي ان انا اعمل جمب الجبري آآ رز صيادية. انا ساعات كنت باعمل معاه جمبه كشري. كشري الاصفر ده. فالنهاردة مطلوب رز. فسخمت الزيت. زيت مش كتير يا دوبك. علشان البصلة ويفرفر الرز. احمل البصلة رز صيادية عادي. انا مش بحط بحطة ابطلة الرز الصيادية علشان بتمرر الرز. هنا عندي خلطة طم بكمون بفلف الاخضر. اللي انتي بتتبيني بيها السمك. انا سايبها شوية كده ايه في الثلاجة. احمل الطماء مع البصلة. بتدي طعم تاني خالص للرز. وانزل عليهم بردو كده بمعلقة الطماطم بس مش كتير. معلقة ده. وفي الثلاجة ميز غلالين من معيار الرز. انا هعمل الرز في حلة الرز مش هعمله في حلة عادية. النهاردة هعمله في حلة الرز مكهربة. خلاص حد في بقى النار. الرز غسلته في الحلة على طول. هنزل عليه بقى بالبصلة بالطومة. بشوية الطماطم الحلوين دول. هنقلبوا كله على بعضه علشان الكل الرزوية تتغلف بصرفوت الزيت اللي انا حقيته. علشان الرز يبقى مفرفر. نجيب ملحينا بقى الملح التعنع والفلفل اسوت. وهي فيها كمون من الطومة. نحط الملح. والفلفل. وننزل بقى بمعيار المية. انا بحط معيار المية هو معيار الرز. بفضل انا حلة الرز دي علشان احنا مش كلنا بنكله في وقت واحد. فيفضل الرز ايه سخت بتحتفز بدرجة حرارة الرز. بيفضل دافئ. هذه الحلة. نغطي. نزل الزرات تحت ونسيبها بقى ايه هي هتستوى مع نفسها وحتفصل. مفيش اي مشكلة. انا بالنسبة لأمولادي بقى فيه منهم ما بيعرفش الفصص الجنبري. فباجي اقشر تقريبا كده زي نص الكمية. وبحطها بقى في الصص ده. عشان تفضل الجنبريية طرية ما تنشفش منك. لو انت قشرتيها وصيبتيها في طبق كده مش هتبقى طرية حيجوا ياكلوها كده يلاقوها نشفة. دي مش حاجة كويسة. فالشربة دي بتاعته هنستغل لها ان احنا هناكلوها وبرضو هنحط بيها شوية الجنبري. علشان ايه اولادي. مش بياخد وقت. بدان ما قاعدش على النار كتير. هتلاقي القشرة سهلة معاكي. وهي وانت بتقشرها. موسيبتي اطلع بصورها. ودي الوجبة بتاعتنا بتاعت النهاردة. بصوا الجنبري بعدما فصصته. ده جاهز بقى للاولاد. وده اللي بيحب يفصص. بصوا البصل بالفلفل. حاجة يعني ما قلوكوش. وطعم الشربة طبعا تحفع من البهارات. واللي تحبيش اللي الواحد حطها دلوادي الرس. بصوا لونه. بقى حلو ازاهم. بمعلقة الطماطم. والبصلة مش محلوقة. يعني انا شايفة اللون ده معقول. عملت جنبه طبق سلطة. متحبش كده على خل. وحط التحين عليه. طماطم. جزر. بصل احمر. خيار. فلفل. خاص. يعني حبش تتبق سلطة. كده الوجبة بتاعتنا بقى متكاملة. نقدر بقى ايه نغرف للاولاد. ناخد كده جنبري. نحط. هادي. وناخد بقى السوس. نحط ايه على الراز من فوق. يبقى الطعم خرافة. جربوا ان شاء الله الجنبري بطريقتي. من غير ما تحطي له مياه. ودقيه السوس بتاع الشربة بتاعته. دقيها هتلاقي طعمها مختلف جدا. اذا عجبكو الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسونيش من اللايك. وشير لحبايبكو. وسبسكرايب للي لسه ما اشتركش في قناتي. وشكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.